من حارة زويلة في قلب قاهرة المعز حيث أقامت العزراء مريم وابنها السيد المسيح ومن كنيستها القديمة اللي بيتحدى مبناها الزمن منذ القرن العاشر للميلاد حتى الآن نواصل رحلتنا مع مصاري العائلة المقدسة ونتجه إلى منطقة مصر الأديمة حيث تتعانق دور العبادة للأديان الثلاثة وعندها أقامت العائلة المقدسة واستقرت حيث توجد الآن كنيسة أبو سلح هنا في هذا المكان الذي كان يوجد فيه قديمة حسن بابليون أقامت العائلة المقدسة أثناء رحلة هربها في مصر المكان أقيمت فيه في القرن الرابع للميلاد كنيسة باسم الشهيدين سيرجيوس وواخوس الذين استشهدوا في سوريا على يد الإمبراطور الروماني المصريين عبر الوقت اختصروا اسم الكنيسة إلى أبو سيرجا بدلا من أبونا سيرجيوس كنيسة أبو سيرجا أقيمت على التراز البازيليكي وبتعتبر من أقدم وأجمل الكنيسة الأثرية في مصر بتتميز بسقفها البديع المرتفع المطعم بالخشب وبالصحن المستطيري والأعمدة الكبيرة بخصائصها الفنية الفريدة أما المكان المبهر اللي بيحرس ألاف الزوار على دهوله في الكنيسة فهو القبو اللي بيبلغ عمبه تحت الأرض حوالي عشر أمتار وللسيدة مريم وطفلها اختبأوا فيه على مر العصور كان هذا القبو عندما ترتفع مياه النيل بتغمر المية وتلاحظ أنه حتى الآن بتوجد بقايا ينبيع المية اللي كانت بتشرب منها السيدة مريم وبتسئي ابنها على طول مصار رحلة العائلة المقردسة بنلاحظ أن أي مكان أقامت فيه لابد أن يكون صالح للحياة في الوقت نفسه بعيد عن الأعين للاختباء من جنود الرومان لكن بيجون دايما قريب منه أو بجواره بيرمية أو مكان ظليل في نفل أو أشجار ونجد فيه معظم الأحيان قريب منه برضو مخبأ أو مغارة على حوائد كنيسة أبو سرجة مجموعة من أقدم وأنظر الأيقونات القبطية التاريخية الكنيسة انتهى بنائها في القرن الخامس وكانت تحفى مع مريا في زمنها إلا أنها تعرضت للتلف أيام الخليفة المأمون أثناء حريق الفستات حوالي سنة 750 ميلادية وترممت أكتر من مرة أخرها كان سنة 2018 تحولت كنيسة أبو سرجة والمنطقة المحيطة بيها في السنوات الأخيرة إلى مزار عالمي خاصة بعد أن شملتها خطة تطوير مصار العائلة لتنضم بأثرها وعمارتها المصرية القبطية الفريدة إلى باقة دور العبادة المصرية التاريخية في القلب منها الأباكن اللي عاشت فيها وباركتها العائلة المقدسة ترجمة نانسي قنقر